مشاهدين قلنا في الحلقة ما رأيكم في رحلة إلى اللا مكان الرحلة هذه أعلنت عليها شركة الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس وهي طبعا الرحلة مدتها سبع ساعات وإلى اللا مكان فقط للأشخاص الذين يفتقدون تجربة السفر وركوب الطائرة وذكر موقع سينان أن شركة الطائران هذه تسعى من خلال هذه التجربة الغريبة إلى تنشيط القطاع الذي تضرر كثيرا بسبب الأغلاق الناجم عن جائحة كورونا العالمية وعلنت شركة كانتاس أنها ستقدم للمسافرين تجربة ممتعة في السماء مع مناظر خلابة في الإقليم الشمالي وكوينزلاند ونيو ساوث ويلز في رحلة فوق أستراليا من دون وجهة محددة وكشف الإداريون في طائران هذه الشركة أن مبادرتهم هذه جاءت كاستجابة للطلبات الكثيرة من المسافرين الذين يفتقدون تجربة السفر ويرغبون فقط في الطيران وكم كان مفاجئا أن تذاكرة الرحلة بيعت بالكامل بعد عشر دقائق فقط من طرحها حسب ما ذكر طبعا المتحدث باسم هذه الشركة وذكر البيان الرسمي أن الطائرة من تيراس بوينغ 787 دريم لاينز ستحلق في العاشر من أكتوبر المقبل من سيدني على مستوى منخفض فوق المواقع الأسترالية الشهيرة ولن يكون هناك حاجة إلى جو السفر أو الخضوع للحجر الصحي من قبل المسافرين هي أهمها أنه لا حجر صحي ولا فحص أيضا السفرية الفكرة هي غريبة ولكن أعتقد أنه نفسيا في ناس كتير فعلا ومحتاجة هذا الشيء أعتقد أنه لو كانت متوفرة هنا كان ممكن أحجز عليها فعلا وأخذ اللفة وأرجع وأنا في منتهى السعادة وتتلبس عارف في هيئة سفر متعودين عليها شنطة السفر الاستيقاظ تغير موعد النوم والاستيقاظ جو حلو نسينا أمين يعني يمكن أنت قريب كنت في إجازة ولكن نسينا صحيح يعني فعلا أصبحنا نفتقد لأشياء كانت جدا طبيعية ويمكن كنا كمان بنتضايق منها ولكن الآن لا أصبحنا نبحث عنها يمكن تعرف حتى عن تجربة هكا في الفترة هذه القصيرة أنه حتى فكرة السفر تغيرت كيفش تكون موجود في المطار تغيرت كيفش تقعد تغيرت يعني كل الأفكار تغيرت بالنسبة إلى السفر وخاصة أناس اللي تعشق الطيران بصفة عامة تغير بشكل كبير وكورونا أثرت بشكل كبير ويمكن حتى أن الفكرة هذه تساعد الشركة لأن العديد نعرف أن شركة الطيران بالحق أزمة كبيرة بسبب الإغلاق العام فقد تكون فرصة أنه تساعدهم للناس اللي قادرة تدفع فقط لتعمل جاو الأمان هي الفكرة الغريبة وشكرا على الخبر الجميل لليوم والفكرة الغريبة